نعم خلينا أوجه السؤال بشكل مختلف أسيس جورج بعرف أخت فقدت شخص عزيز جدا على قلبها مرد وكان مجموعة كبيرة من الناس عم بتصلي من آجل هذا الشخص وبعدين اتفقد هذه الأخت كانت مؤمنة لا تريد أن تتعزى وترفض المقابلات وكان يعني كل يعني يأسها وإحباطها طيب ليه الرب أخذ ليه هذا الشخص ليه الرب ما سمع صلاته هل هذا الشخص مؤمن أم غير مؤمن المفروض مؤمن مؤمن الرب سمع الصلاة قال له حفظ الدموع في ذقك يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر بس هي مش متقبلة إنه الرب أخده مش متقبلة إنه الرب أخده نحن نجهل أمور كثيرة لا نعلمها في الآنية في الزمان الحاضر لكن سنفهمها فيما بعد لكن إرادة الله حتى في الموت هي لصلاحنا هي لخيرنا سنفهمها يعني على سبيل المثال حزاقية الرب مد بعمره خمسة عشر سنة نعم ومات حزاقية رجع لكن هذه هذه الخمسة عشر سنة ما كان فيها في مسلك يشرف الأعطاهم سؤلهم للشعب في العهد القديم وأرسل لهم هزالم في أنفسهم فأنا أوجه كلمتي إلى أخت العزيزة إن الرب إله التعزية وإله النعمة وإن كان شقيقك هو أخا مؤمنا في الرب هنيئا له بسلامة الوصول إلى أحضان المسيح فأنا أطرح عليك السؤال أي ما أفضل أن يكون في وادي الدموع والبكاء والأنيد والمعاناة والأسى أم أن يكون في أحضان المجد الأبدي ما لم ترعين ما لم تسمع به إذن ما لم يخطر على بالإنسان ما أعده الله للذين يحبونه أعلنه لنا بروحه إخت العزيزة بدي أقول لك شيء عمل الشيطان هو أمر واحد أن يضرب الإيمان فترو السمعان هو ده الشيطان طلبكم لكي يغربي لكم كالحنطة لكن أنا صليت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك تمسكي بالرجاء تمسكي بالقيام تمسكي بكلمة الله وتمسكي بالعلاقة مع الرب إن أتيتي إلى أحضان المسيح وعلاقتك بالرب متينة فأنا أؤكد المؤكد إنك ستكونين بتعزية لا ينطق بها ومجيدة وأنت سترى ستري أخاكي يوم من الأيام وأنا سأرى والأسيس نزار سيرى ونرى الذين سبقون جميعا في سماء الخلود وسنكون معهم إلى أبد الآبدين ودهر الدهرين ترجمة نانسي قنقر